مساء الخير على كل مشاهدين. النهاردة انا جاي اعمل لكم كيوش بروكلي بطعم مزهل بصراحة ومزاق مميز جدا. تعال اقول لكم الطريقة الاول هجيب لكم المقادين بتاعتي هنجيب كوبين ورابع دقيقة وهنجيب تلتين كوب زبدة وبيضاية وتلت تربع معلقة ملح وهنجيب معلقة طماطم معلقة طعام حليب انا اسفة اي الحشوة بتاعتو بتاع الكيش بقى هنجيب 600 جرام بروكلي هنجيب كوباية جبنة شيدة مبشورة وصفار بطين وتلتين كوب كريمة وربع معلقة صغيرة جوز الطيب ونص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. طريقة عمل الكيش دي هتبقى مميزة عن الكيش اي كيش تاني وطعم حلو قوي هيعجبكو قوي طعم مزهل بصراحة. بس يا ريتي اللي بتفرج معي كملي 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 الاخر الفيديو مش هتندمي هتعملك طريق الكيش جميلة جدا جدا. وبعدين انا بحب دايما اغيرلكو في الاكل يعني اعمل دايما متنوع في الاكل من كل بلد اكل زاي ما بقول. تعال اقول لكم بقى ايه الكيش بتعمل ازاي? هنحط الديق والملح في طبق اغويت وهننفرقهم نفرقوا الزبدة كده بصوابعنا كده. يعني باطراف صوابعنا. وهنعمل ايه? اه هنعمل في طبق اه وهنجيب بعد كده نضرب البيض في طبق تاني مع مع الحليب ونقلبه كويس. وهنعمل حفرة بادينا. هنقلب الخليط كويس مع بعضينا. وهنعمل كرة من العجين. ونحط ونحنزل اول الحليب اللي احنا عملناه مع البيض في قلب الحفرة اللي احنا عملناها دي. وهنقلب الخليط كويس واوي. وهنعمل اه على هيئة كرة عجينة. هنجيب العجينة دي. هنحطها من ثلاث اربع اه هنعملها براحس ايدينا كده ثلاث اربع مرات. وبعدين هنضغطها من الحلان بططة كده. وبعدين هنتبقى السطح بتاعها مبطط ونغلفها بورق نيلون ونحطها في التلاجة مدة سيعة. هنحطها بعد كده في قلب التارت. وهندهن وشها بالزبدة ونحرم العجينة بتاعتنا بالشوكة. دي علشان الهواء انتوا عارفين. عشان هون متحلهاش وترتفع. هنسوي البروكلي وبعد ما نسويه هنصفيه كويس قوم المياه اللي فيه. وهنضرب صفر البيض. ونحط معاني الملح والفلفل وكسه بطيب. ونحط الجبن الشيدر. هنحطها على. هنحط البروكلي الاول. ونحط البيض وكريمة. هنقلبهم مع بعض. ونسويه ونروح نحطنها على الشيش. على الكيش بتاعنا. وهنرشد جبن الشيدر على وشها. وندخلها الفرن. وطبع الفرن قبل كده احنا بكون دايما بنعمل اي وصفة او دايما اي طبقة لازم نسخن الفرن. قبل ما نحط فيها الاكلة بتاعتنا. عشان متاخدش وقت على ما الفرن ايه يسحن معي. والف هنشفه. وما تنسونيش في اللايك واشتراك القناة. مع تحياتي روكا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا